ده النهاردة في واحد بيتكلم مش هقول اسمه بيقولك ان الاهلي بياخد شخصيته من مديره الفني كلمة استفزتني ده صاحب أكبر سلسلة دراجات هبوك الدراجات الأدنى كلمة استفزتني يعني ايه بياخد شخصيته من مدير الفني بتاعه ده بالعكس ده الاهلي هو بيفرض شخصيته على المدير الفني الاهلي هو اللي يصنع المدربين الاهلي لو اي مش عايزين انه قلل من يعني بالعكس الاهلي قيمة كبيرة وأي مدير فني بيمسك الأهلي والأهلي يرى جدير بهذا المكان بيصنع منه نجم والأسماء موجودة وكبيرة يعني الريال عايز تقول إن الريال بكل المديرين الفنيين اللي جنب بكل اختلافات شخصياتهم بكل اختلافات طرق لعبهم هم اللي صنعوا الريال المديرين الفنيين ولا العكس الصحيح لا مع الأسف كلام يعني كلام يعني هو مش مجال رد بس الاستفزاز ده هو اللي بتتكلم أساسا صحب تجارب على المستوى الفني سيئة فاشلة فاشلة جدا مع الأسف الشديد يعني فده الشيء بالشيء يسكر فخلينا أقول لك إن المباراة هتكون مهمة جدا مباراة على القمة مباراة بين مديرين فنين أجنبيين مدير فني يعني واحد عايش في مصر فبفاصيله ده يعتبر عايش في مصر ويعتبر مصر زينا استردت المحلة أو في كل حاجة وفاهم ووعي وعارف عقلية الجمهور المصر وعقلية اللاعب المصر إيه فأكيد وتجاربه كويسة جدا مع الاخيرهم المحلة والبنك الأهلي فبالتالي أنا شايف مباراةكم هم جدا بغض النظر بقى عن الاختلافات الفنية اللي ممكن الأهلي يقابلها في المباراة دي يعني أنا حاس إن كنت ممكن تقول لي عندك مثلا وسام أبو علي هيلعب ولا مش هيلعب أكيد مش هيلعب طبعا بنسبة كبيرة آه يعني الجهاز الفني ممكن يفضل يريحه مطش للتحاد لكن فكرة الإشاعة الأخيرة اللي هتتعمل النهاردة أو هتتعمل دلواتي هتحسن بسألة بقى إمكانية أنه يلحق مطش السيد عبيتجان بس هو دي نما مش هيلعب صعب يلعب يوم لله لكن أنا عايز أكيد لحضراتكم تاني وإستاذ ملايك كبير سنتكلم في الجزاية دي مفيش حاجة في الركبة يا جماعة كدمة الركبة والكلام اللي اجتهدات اللي تلدى للأسف البعض مشت القدم على معطقة صح؟ مشت القدم مشت القدم زي ما قلنا مبارح وانفرضنا مبارح في برنامج الترند الإصابة مشت القدم والحمد لله كمان من الإشعاعات الأولية اللي اتعملت فكرة الشرخ اللي لبعض برضو راح لو اتكلم فيه الحمد لله برضو مش مبارح مش مبارح